مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جيدة برامجكم بودكاست أما بعد أكيد ضيوفنا كيكونوا من مختلف المجالات وكيف عودناكم دائما فضيوفنا كيكونوا ضيوف عندهم خصوصية وضيفنا لهذا الأسبوع هو ضيف خاص عازف البداية دي اللي هنتعرف عليها تعامل مع نجوم كبار نجوم الأغنية المغربية بحلفنا ناحية الإدريسي نجوم الشباب لآخرهم هو ابتسام تسكاذ سنتعرف عليهم ونتعرف كذلك أنه سفير المملكة موسيقيا في دولة مصر وكذلك لبنان وغيرها من البلدان الخالج ضيفنا ضيفكم ياسين سياسين مرحبا بكم معنا كيف الحال؟ أمورك عانية كل شهن ياسين انت في المجال الفني كيف كنقوله نار على عالم يعني معروف ياسين بالأعمال جاله بالإبداعات المختلفة من ناحية العزف سواء قيطار عود كيف كنقوله احنا في المجيتي لياسين ياسين كيفش كتعرف نفسك أول حاجة المشاهدين ومستمعنا لك يسمعونا كيفش كيعرف ياسين نفسه؟ ياسين بن فضل 26 سنة عازي في قيطار بلوتو هم هاتشي باش عرفوني الناس أولا مراها دخلنات الحين مراها تحت للفرصة باش نبين راسي كما يشطروا على المسراح والمنصة هاتشي باش قطر نعرف راسي عن الناس وانتشي لكين شاب مغريبي طاموح كيحاول يهزريت بلاده في أي بلاصة مشاليها ويبين باللي المغريب عنده شابه بطاقات كبيرة اللي يقدرو يوصلوا الفكرة ديال الموسيقى بطريقة صحيحة في أي بلاصة كانوا فيها قبل ما انتكلموا عن الكاريجار ديالك الموسيقى وتعاملت الفنانين انتكلم معاك أول حاجة أول مرة ياسين كي ياخد قيطار كيبدأ العزف كي يختار لما صار جيل في موسيقى صراحة كان غير كيما تنقول قلتها في بزيخ الليزة انتلفيو ما غدتبتلش هي كانت غير في دول في اللول كتشوف واحد مجموعة الشبب في داكلاج انت يا الله ما تطلعت بدأ لازي تشبغي غير جالك غيطار من مجموعين فيمشي كتلقى العلاج فيمشي ولاد ابنات كتحس تبغي داكل تحس داكل آدرينالين ديالراك عندك شي حاجة سبيسيال على الناس هاتشي اللي كيكون الوقت عودتاني الفارغ بحكمة اني كنت في مدينة مكناس درالي ساقني في مكناس فاهمين بلي مكناس فيها فريم وما يدار دا مشكلة آخر عودتاني ديال انت اختار باش تغيتي يتعمر وقتك لنك الاختيار ديك الساعة هو من قيطار ديك الساعة نشوفو شنو مقدروا نديرو فيها بدأت عادي غير فضول وهادي تالحمد لله نكي يكون رزق لوحد مكتب شي حاجة راكتل قرسك مشي شي فيها بلما تحس احنا بدأت فضول من بعد تحول الحب تحول الإبداع في الموسيقى الحمد لله مزين إلا كنت قلت انت إبداع صفي بليزي وراء احنا كنحاولوا فهمتي هذوك أفكار عندك انت كتحطهم أي حاسيس كتحسبهم كتوصلهم كما هو ما وصفتش كيف كان قولوا لشكلت إبداع الإبداع لانه عزاب أراء الناس اللي تعاملش معهم سواء في المجال الفني ولا الجمهور اللي كيسمع الأغاني اللي كتقدم برغم أنه أغلب الأحيان ما كان عرفوش أنه وراء الأغاني يجي لك لا يصولوا اللي كيكونوا من ناحية العزف سواء بالغتار أو بلورغ أو أنها يعني أي آلة هذا الشيء قد نقول لك كان قبل ولكن ده الحمد لله زي ما الميساج كيوصلوني لابل بار كيقول لك ياسين عرفناك قبل من أنا بطول الديسكريبشون غعارفين باللراك نجا واحد كيقلب على عن تامبر دياله الحمد لله تامبر الناس ودو كيقول فوه ساختك ماشي قاع الناس اللي حيط الودن مشي الودن ماشي كل شي كيسمع بنفس الودو الموسيقية كيلي كيسمع الأغنية حبا في المغني كيلي كيسمع حيط دايزة في الراديو كيلي كيسمع حيط بغي يفهمك وكيفاش مخدومة ولو شنو كيف يفهمك تحاول تبسط ما أمكان ديك الجملة الموسيقية ولا الفكرة تتبسطها باش تبقى فمشي غادة مفهومة عند قاع هدلي كاتيغورية الناس وعند قاع الجمهور نتخديجي الموسيقى أكاديمية نحن الموسيقى أكاديمية بشير بشير أنا من تلاميذة أستاذ وفق حميش ومايسترو منتصر حمالا ممايسترو اللي في مكناس هو المويسترو اللي مكعرفوش هو المويسترو ديال أستاذ نعمل الحلو ديال الفندان السامير السعيد دونك من هنا ودكتورة وماشاء الله كبير في الجامعة جامعة ديال الاداب في مكناس الاداب الإنجليزي والموسيقى المطابعة للجاز والاستثفق حميش تاريخ في الموسيقى الأندلسية بطريقة كبيرة وكانت شيء ما يقدروش نقرأ للأسماء اللي هما يقدرو يكونوا ما خرجوش للساحة الفنية ولكن الناس اللي أكاديمياً كونوا أشخاص اللي خرجوه ودارو بسموه في الساحة الفنية سواء ما ندويش على راسهم يكين أسماء كبار ولكن الناس اللي يقرأوا عند الناس هذو وتبارك الله دابراهم العزي فيه الكبار يعني كي كان عارفوه العاسيفين في المغرب فاش كان سمع أي واحد بيتاج المجال الموسيقى دائماً كان تجيزك صورة نتع نماسية في الكلام كي تقال أنه لا لاش بيتجر موسيقى موسيقى مش يجيالك موسيقى ما فيهاش مستقبال وغيرها من الحويش تقال لك هذا الكلام هذا كي قبل مندوز له القضية باش القضية دي الأكاديمية ما يمنعش أنه كين موسيقيين واعرين لدينا في المغرب رماشي أكاديميين ولكن واعرين حريفية ديول بالصحة تلقوا فلاصين وما تسولش مورة ما كي لا كتاب لا بارتيسون لهذه تقدر يكون مضبوط قاع لدرج أنه تحلف عليها النوطات المكتوبين عنده في دماغه يعني كين اللي شوف الموسيقى مزيان تقرأ أي حاجة مزيان تتقرأ ولكن كين اللي عنده داك لوضو ما غنشيش نقول لنا انت ما قارش ما غتخدمش لو انت واعر عندك حرفة فيه ديك بيعطاك هات القانية ما تلقش معك فيها دونك الموسيقى أونجينا غالك يجيني أروح كتر منه قرأة وهذه قرأة من كرشكو لأنها مزيانة بيأشير و تشال نيفو انتلكشويل جالك يكون مزيان كتقدر تحاول مع الناس تقدر تفاهم معهم ولي كره كنت بارك الله دراري اللي ما تيقرأتها نوطا ولي كره ما شاء الله رايح نتش حلم واحد قاري ما أكون احتراماتي لكل واحد مشي غير في المغرب باتشي في قاع البولدان اللي كنت فيهم مشي فتاتشي كتبقر العازف بالنسبة لي ولي فنان كفنان نروح ممشي لو بغينا ندويوع لأ مشيوفت الحين غير رجع لنقطة ديالك ما إنه بغينا ندروع على عمر مصطفى رايما مقاري تانوطا متى يعرف يقرأ احتى نوطا لقم فيه كي غني ما غي يعرف يقول هالك وهو تيقول هادشي ولكن السيد رايح تخلق دويع الكاريير ديال لون مغاد تسالي داخل معانا عمرو دياب داخل معانا داخل معانا في مراهقة ديالنا يعني السيد خلق ذكريات ديال جيل ولكن لشي نقول لك تكوين أنه بعض الأحيان فاش كتكون كيف كنقوله احنا السافير باسم المغرب كان اسمه مغربي كين انتا مشهور تحضر حفلات يعني مختلف في قائل العالم كينبعد الأحيان ما كينش لغة نتع التواصل ولكن الموسيقى فاش يكونوا كيف كنقوله الموسيقى بين دي مريت مديالها مثلا المقامات يقدر أنه إذا كان التواصل قدر نقول لك مثلا هي مقام مثلا بياتي ولو بنعمده على الله ولا على الرأي ولا كده تتعرف تتمشي بالنغمة ولكن إذا كان عودت تقدمك وفاهم أنك فاهم الإطار الموسيقي النص بيمون المهم هذه الحويجات فاهمهم تتعرف تتضبط شوية أموك هذا الشيء رجعوا بالقراية غيث تقدر تحل لك أفق خريط صحيح تتعطي فورا صخرة بس طور من خدمتك تقدر تزعم عليهم انتشاق إذا كانت عندك قراية في يدك أما ما كانتش مهمة ما تلقانيش كملش فيها صحيح ولكن كما قلت لك هي تبقى واحد الحاجة اللي تحلي كهي طريق وآفاق لحواج أخرين يعني ما يمنعش أن واحد كيتفرش في ندابة عنده مهيبة ما كيعرف شي يقرأ ما يكملش لا يكمل ويعرف رأسه اللي رأي ممكن يمشي البلايس أخرين وممكن تحل وفورا أخرين ويعرف يجيب شي فورماشون ماشي مشي مشكل حيش ما زال المغرب عندنا المشكل لليل ما تقدر تقييد في كونسرفاتور إلا فتح لأجل أنت صغير لنك عرفت الموسيقى حبيت تكبرت وتقول لا ما عنديش في النص ودبرة ولا أوتو فورماشون سهلات كاتير أوتو فورماشون كتلقى سردوز الكونكوردي ووالأمور ذكرنا أنه المجال الموسيقي لأنه مجال الموسيقي في المغرب ممكن نأخذه كهواية ولكن المهنة صعبة ليس كما نقول مثلا أنا الأول نقول لأنه عندي موهبة لكي نتع العود ونكمل في الموهبة عازي في العود يقول لما ما فيهش مستقبال تتلقى لو تتلقى انتقاد بين الحويجات الأخرى يعني تنظر على المستقبال الفرصة أنك تتبت نفسك في هذا المجال أنا بالنسبة لي الفرصة كتتخلق يعني تقدر تقعد طريق لراسك لكي تكره هذه الفرصة كيف هش لاش ما نقدرش نقول لك ماذا الطريق تتقلها بتكون النهار لا يمكن أن تلقى كتفق الصباح في رأسك بل رغد تدير واحد حاجة لا يمكن اهدرا دي الموتيفاسون خاوية أولي كرر بالصح ما يمكن شنا مني كان في الصباح وانا كان قلب على حاجة ما لقاه في الخرط النهار ساخت ستون مطاف فو باش كان ادروع لومن الصباح للخرط النهار ما يمكن ما تكري الفرصة قدامه بأي طريقة سواء كانت إنسان يحل الطريق سواء كانت نصيحة من شي واحد سواء كانت بوست في شي سواء كانت فكرة جات شي حاجة سمعت يا حدا كما بوحد طريقة ستخلق هذا شي بقاعد الأرزاق ببيدي الله ولكن بالنسبة للموسيقى كمجال كي الناس اللي كيعرفوا يجير برأسهم يكونوا مصدر العيش اللي يعيش بيم مياه في مياه وكي اللي ما يعرف شي يدير هاتش صاد بقول الشخصية دياله كيف شغاد واش مبلي واش مبلي واش دماغ فيها باغي باغي يعيش بوغ استقرار ولي باغي دوز لحظة هاتش يعود تاني كتبقى اختلاف شخصية ديال كل إنسان واختلاف ديال أهداف ديال كل إنسان واختلاف ديال تيقى في النفس ديال كل واحد واش غاد تكري بالنسبالك باللي را عندك تعمبر ديال اللي غي يوصل واحد نار يوصل ولا ما عندك هادو بالنسبالي يكي يبقى شخصيات مختلفة لكل واحد وكي بما قلت تقدر الفرصة تدوز من قدامك وما تاخد هاش نتوي ياخد واحد موراك لانك حتى الكنسان ترس ديال الزعمة مهمة بزاف مش عيب تقول اه نمشي في المشي قاعد شنو بغيترا احنا عايشين حيات حسن ما تقول وكون غيدر تكون ما عادت نحملها يعني تكون فيك روح المغامرة اياك اذا ما شوف اله المغامرة صح ما عالش ما ناخد شدر ريسك اناي طن كوكينة خمسين خمسين ما غنضر معي صحتي من قديهاش ما عادغير هاتش قبل ما نتكلمه يعني نكمله في المصار ديال من العزف للحين القيادة اوركسترا يعني هاد المراحل هادو بيتي في العزف بيتي في في من بعد في الڭتار في غيطار من بعد من بعد وليتي بزيف العزف انتها جميلة تقريبا الالاتية كالي يسي مني كتولي تلحل توزي بليوتو خاصة تكون على الاقل بعد اللي زاكور في بيانو وكتحطهم زيان تقدر تحت سولو ساختكو غت مني قد توصل لوقيت على الاقل باش تحط in market مني قد توصل توزي يعني توقيت طور غتعيط الاهل المجال فالده في المشي اغلب ما في اللول ما قد وشت عيط للدراري تجيب واحد معك market وتكر فالصوت باعت ما تباعت شنو وانت ما زال ما عندك على الاقل يكون عندك القدرة باش تحط in market كاملة فيها فكرة الفهم لديك المغني اللي غاي ياخد ها للشخص اللي غت تعرض عليه اللي غاي سمعها ومن بعد ني غا نوصل الغيجولة فينا اللي اللي غاي يخرج للسوق للناس يكسا غتعيت الاهل تخصوص ممكن تدير واحد صولو كتخيله بطريقة اخرى غتجيب واحد اللي يدو مية في المية عنده الحركات كاملين اللي انت تقلب عليهم عندك صولو عود انا عايت مثلا حمادا حاميد دبا من بالنسبة لي انا هو مجلوش اسماء اللي عندنا في العود معه كل احترامات الكل الناس اللي عندنا دبا ولكن ني 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 واسماء اللي من غتقول داك المغنرة غنجيب فلان ولا فلان ما غير عود ش معك لاد راكب ما ش نقول اه يعني غتعيت للك الناس اللي اهل تخصص في كل اله جمين تا كموز ولا كمو الحين ولا هدي خصصك تكون على الاقل تقس كل شي كان حدا قيطارة تلحن بها كان حدا بيانو غتقدر تلحن بها توصل بها الفكرة عدت شي عليك دع ما بالنسبة لي إلا كنت متكامل تمن كتكون مايسترو خائد في قرار شي حاجة هاد التراك هذا خصني العوادي العبلية في هذا و كمو ما نجي العبلية في هذا القاد والبيانيست بغيتو العبلية لذا كيف توصل لي الفكرة مو تكنيك اللي سهلين غيفهم أي واحد ما نهضر مو تكنيك صنفو صنفو ميجيكال مني كان نهضر على سبعان غيتحرك في الزاكور كام نهضر 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 ما بغيتهم انتخي بغيتهم الزاكور مسرحين كتسمع النهطة شهادتين كون لهم مع بعض نهضر ونهضر نهضر نهضر ونهضر في البيضال كيف شميز ما تقدر شد ونهضر مع عازف ونهضر تبقى تقول له شو اللي بغيت هذي اللي كتبقى طين ونهضر على الأقل تكون مفاهم موسيقى وعرف الألة كيف خدام هنا ونساول كفاش هدرنا على قيادة أوركاستر أغلبية ونهضر من ناحية نظر على الدومين النسل في مجال الموسيقي فاش كيشوف ياسين سين الصغير كيقول كيف هد سيد هده أنا كفنان معطيه تقيقة خصوصا في لحسين لحسين كان عرفه وتعاملت مع أسماء كبيرة حال الفنان حيات الإدريسي شنا كذلك مع الشباب مع عمر ورجاء مع الفنان بتيسام بتيسكات لا في الخليج ولا هنا ولكن باش أنا نعطيها هذه تقيقة هذه نعطيها اليسين مثلا كان القام للنس يقول صعيب أنا نعطيها من بعد تعرف وتعرف كون هو ياسين يعرف مثلا الحواج اللي يخدم يقول لك مزيان صافي في الأول كان هدك باش تكسب هذه تقيقة الفنان مشي عيبة صاحبي الواحد ما يتيقش فيك في الأول بالعكس إذا تقلق شيء من نهارك غالط 100% كيفاش أنا أغنشغ فيك وما زال أنت لا تتحرك رأسك فهمت شيء رأسك رأي مش تدخل الخدمار خصوك وخصوك تجرب وهادي وهادي طبع الإنسان يشوف الحاجة قدامه حاجة واحدة اللي ما يشوف أمن بها يالله سمع بديننا ما عندوش علاش يتيق شيء حاجة لما شافهاش دونك مش يبقى يكون السؤال هذا ويتغير من بعد فاش يتفرش في مرح وانت ركح ترتلي مرح مع عمر وراجاء الحمد لله ما تلقي منك الحمد لله من قاعد الناس اللي كانوا حاضرين من أصدقائنا وكل شيء كان فرح الحمد لله هذا شيء أنا عندي أهل في الميدان اللي في حال كنت اللي في حال سيو يوسف ريت المساعد الوازير لمن الناس اللي من جمهور خلاص اللي كتشوفو قد تلك تتكتنوع المستخيز مني أنا أنه انت فلالسين مع أخوتك عمر راجاء رها عشرة وصحباه فهم شيء وهذا دونك مني كتشوف حال هذا شيء الحمد لله رك مشيتي مزيان سخت كبارك الله مني كان هنضرو على دين مايسترو كندو على دراري في المغرب اللي منهم الله يرحم سي حمد هبي شاء الله يرحم ونعزي وعائل شو من هاد المنبر هادو هادو كعوتين مي كندو على دي سين كبار كندو على كتشوف تفرقة فيها خمسين موسيقي خمسين عشان عارف قدرا أنا يجيني حاجة في حال هادي دا فغنقول علي الله أنا مازان بغن نقلس معالجو ونشوف كيف اشكيت مايسترو هادش ونزيد تعلم فيه ونزيد مي فستيج في حال هادي جبنس تيران ديالي هادك أنا قد بي عارف راس اش كندير برويفو يشوف في سهرة وفي جوج وفي ثلاثة وفي ربعة وخمسة كلهم تكلو بالنجاح تشي بقى الفاضل مشي لي أنا إلا واحد شوية من البروجي كبير اللي فيه موسيقيين واعرين موسيقيين تاهم مهم يكونوا معاك دلالك ما تنقول ناضيين كتقول ما تحتاش تبقى تاهم ما تشوف فيهم بزاك مايسترو ما هو شغسين إلا لتذكير الموسيقيل شنو الدار في التداريب مغني يكون مرتاح تاهم من يكون واحد علم وعرف باللي حافظ له أغاني وتوزيع ديال مغاي يكون مقاد فلاسين دونك ما هو إلا موسييرة وتنقول لك فعلا في الفرق كتلقان كابيتان تفكر دراري في الخطة سنته سنته ما كين شي حاجة كتر من هاك ما كما قلت لك عاش من عارف فقدرها تعرض علي شي حاجة كبيرة بما زي ما تكون فرق موسيقية فيها سكشون فيولون فيها هادي فيها هادي فيها ما زال نقلس ونشوف ونتعلم حسن للي أنني نكون واقف في موسيطر في هذا شي دونك كما قد لك حاجة اللي قد عليا حاجة اللي باقي بغي نمترز أكتر نقلس للحفلات لعند بأنك اتيت لحم فنبي ماlevel مايف تضر ان تم نقلس لم أصبحت من بلدان ديما في دماغي كان عندي سؤال لماذا ارى موسيقيا مغربة ما عرفتش ما عمرني بل يبلي شي موسيقيا مغريبي قلست مما وطوال وهادي بعلما أن احنا مغاربة ما شاء الله موسيقية كبار ميصر كتبقى من دراسة كبيرة صح تاريخ أي واحد مغايت تعرف العلم عربي كي غني ميصرية جغلي أي اسم بغيتي ميشي ميصري ما عرفنا احنا كمغاربة تغني الميصرية صابر رباعي ننسى عزرام راقب علامة اسماء اللي كبار بزاف تغني الميصرية دخلوا حسين الجسمي بحبك واحد شيني عدر ميصر كتبقى واحد الباب العالم العربي الواحد لازم يدوز منه باش يتعلم بزاف الحواج باش شخصيتك تكبر باش شخصيتك تقوى باش اسمك يقول لي عنده حتيارام اكبر في دول اخرين باش تقول لي عندك تيقى اكبر مدراسة كما قلت ليك الواحد بالنسبة لي لازم يدوز منها باش من اي طريقة مقدر خاصه يدوز منها يعني ميصر غانت تكلمونا وتك تعاملت مع فنانين تعم حل حماقي مقدر شي كامل حماقي محمد مونير دونيا سامير غاني انا فاش نقول محمد مونير الكنج ما سهلش انه مغربي باش تعمل ما استعمل مع عمر ما سهلش وخلاص مني كان دوي معد شي كامل زي ما الصراحة ورجع باللقاء جليل مع استد عمر مصطفى هو اللي في اللول بديت مع الخدمة كأولا خدمنا اغنية عيد الشرطة ذكرت لجو سبعين ديالهم اغنية عرضات قدم رأي السيسي وزي ما كانوا فيها مغنين محمد مار كمغني فيها هادي كانت كبداية ما راها مشينا في اغاني دياله هو تقريبا الالبوم دياله كامل خرجت منه سايبك كبداية وما راها بدأ سايبك كالعزف ديال كالعزف ديال ما كتانو وما راها بدأ دعما ادخلنا على دي بخوج اخرين كي تسجلو كان معانا ربيع سيوفي باش الناس يعرفوه كتر هو اللي كاتب لو على قلبي و اغاني كتير ديال ديال العمر دي انا عايش ومش عايش واسمه كبير وكان باسم عادل اللي كاتبستين دقيقة ديالالاصالة واغاني كتير للكينج محمد مونير وديضم كان فارق عمل بالنسبة لي صراحة قوي وكبير سابتيش 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 يشير كان كمهندي الصوت كان شوف عدو كنا شوية كل واحد كي دير خدم نشوف انشي كمهندي الصوت كان معنا زين داود ني كان دو زين داود كان دو لأغاني ذي الرطانة كامنين كان دو لأ كتسمعين كاليتي شمك يعنيش ان المغاربة ما عندهمش كاليتي درانين مغاربة شبارك الله هنا كيخرجوا دي كاليتي ولكن را كيضربوا الشمارة ببارابور لما يصرف بالنسبة لي هل من الموزعين كالي قلقى أنا تراك من توزيع دي البادر بخلوقي ولا دي الحمزة الغازي محمد راشيد عالي ولا راشيد محمد عالي ولا زماء أي واحد ولا دي جماد ولا شي وعند تريك تلقاهم توزيع ميكس ماستر يعني تدري دار بشمار تسجيل تسجيل لأفو هذا حسنا يح receives نعم تسجيل نعم نعم تسجيل تسجيل كيف يسجل لتسجيل ما해 نعم مغني لم يسجيل لي كيف يسجل نعم نعم يسجيل نعم 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 راسي نعم تسجيل لماذا تلقياهم برائمو أي واحد تستطيع شي نعم تهي نعم هي فاش كيف يفكر ما عندوش لي ما عندوش لش يزيد حاجة ذكرنا تعامول جيلك في مصر ياسين شنية الحاجة اللي بقى خاصتنا في المغرب تعلق الموسيقى مش أننا نكونوا مثلا في مقارنة مع مصر ولا مع دول الخليج ليسوا حتى حاليا غجب واحدة طفرة نوعية في الموسيقى شوف أنا شنشوف اللي إحنا غادي ينفح طرق زوين بزا فأكشر ينمر مرمى أستاذ مهدي بن سعيد شد المنصب دي الوزارة في التقاف أنا كنشوف اللي إحنا غادي ينفح طرق واعرف كثير حيث واحد السمعة عدنا في مصر غير عادية حيث المغنية المصريين ولا الموسيقين المصريين فاش كانوا جو المغرب وكانت تستقبلهم طرف السيد الوزير مهدي بن سعيد خللنا واحد صورة واعرف كثير عندهم دونك أصلا جاكت مشي كتلق الطريق من واحد ناحية كأنك في النها المغرب أصلا مفرشها لك فاهمين باللي سيدنا نصر الله كي حاول يخليل في النها دايما في أحسن طرف يعني فاهمين هات الشي وحاسين أصلا مني كتلس تعمل معهم كي تعمل معك لا أساس رك ابن من أبناء الملك محمد السادس يعني الغلط ما كينش وما غايكونش هدي أولا دونك ترتاح من النحية السمعة بن سعيدة أنا كنشوفه باللي مشاف طريق مزيانة ما نقولكش مقانس بيريام نمسر مقانس بيريام بزيف ديال البلايس خدا الزوين في كل البلاس دون قدي ديال الحقوق ديال كموسيقيين نلقف موسيقيين في ملحينين حيث هما رحنا غادين مزيان لف كوتا ديال لدربة ضغطير دربة فوازان على الأستاذة مديرة المكتب وطاني حقوق تأليف أستاذة زلال محمد ديال ديرا مجهودها أنا كنشوف اللي رحنا غادين في طريقة مزيانة حاجة واحدة اللي باقى يمكن خصانة مع دناش ثلاثة نقبة كينة لكن مازال نشوف ديال القوة مازال نقباتها بالنسبة للفنانين كينين ولكن بالنسبة للي ما خصاد شي اللي خصويت الصفة شوية هذه الشي اللي خصويت صفة ما كنقولش بالعكس عدناد أدميغان اللي تقدر ديال النقبة شباريقا مزيانة عدنا فنانا كبار بحالة اشفونس كين نقبة لف استدغاوي شوف النقبة كين نقبة تيالستدغاوي كان نقابة دي المولي حمد العلاوي حمد العلاوي رأى تاريخ الموسيقى المغربية نجينا ندرون الأسان المغربية كل دياله كاين مصطفى برطان هو عنده نقابة ميزع مصر كان دوي على نقابة ريلي كتجيري كان مشكين عند موسيقنا مع مغني كاش مشي عندك نقابة هي كتحلولي كان هاد الفكرة جي كانت عند سيد وزير التقافة انه كان بيكون واحد نقابة معينة جيه في إطار ولكن ما كنهاش باقي باقي غادة الخدمة البروجيكة هاد الفكرة هاد الناس عماش حال قدهم يخدموا التقافة مني كتقول وزار التقافة كين سينيما كين موسيقى كين رسم كين نحج كين كان نخرجوا واحد بعض نقابات قال لك لا ما زم ما عجبت ومش الفكرة انه تكون نقابة وحدة يكون نقاش خسين يكون نقاش فضل الموضوع هذا احنا كنبقوا ملاكية كنبقوا كتقولنا عائلة شريفة علوية يعني احنا اصلا من واحد نحية مرتاحة بزاف الحمد لله وشكر لعدنا تابات في العملة لعدنا امن استقرار ما احداناش مشاكل بزاف مشاكلتين لحدانا أسهل حاجة كنجريوها كبلاد ديبلوماسية قوية طنكت شي كامل ما عندك مناش تخاف منه يعني التامنيك يكون في حالة شي تقافة راكم زيان تقافة ديالك مرتاحة انا بالنسبة لي قلت لك ماجر غادي فطريق زوينه بثاف كنجريوك طالع عديم الناس في الموسيقى بين سلبيات سبحانه ناسكت انسبيرا من موسيقى مختلفة ولا التقليد هذا التقليد اللي كيدر كمولحينين كحنا كنقلبوا على أننا نطوروا في الموسيقى كنشوفوا مولحينين المختلف يعني مع الاحترام الكامل اللي هم بألقابهم بمقاماتهم إلا أنه كين هذا التقليد اللي كيكون كنعودوا ورجعوا شوية لغر كنشوفوا احنا كنشوفوا دبا وزير التقافة وقال حيئة المسؤولة على الموسيقى خصنا تتكلمنا على الموسيقى مشكل خاص كنشوفوا ولكن فاش كنسمع أغنية كتغنيها كيغنيها شخص سواء أجنبي ولا مغربي ولكن كنت الحين وتوزيع مغربي وكلقى أنا مقلدة شوية كتنزل من القيمة جالأغنية هذا كيبقى كيما قلت لك شخصيتي لكل واحد وشنو بغي يسمع على راسه انت رك داخل في التقليد راح معول على الصداع من المشاكين معول أنا غينزلوا عليك معول أنا غينقولوا لك أنت شفار حيث هذه راح شفارة حقوق الملكية الفكرية تهي يا راسي تانو بجي وانجيغ نحيدو لك راح شفارتي دي دونك نجايا كيما قلت لك هاتشي كتبقى تربيج إنسان شخصيتي وخاك نعتقد أن هاتشي منشي منشي من الفنان كي الفنان وكي شبه الفنانة الله يبعد بلانا على بلانا مخويا احبال شي لاحقا نقول لك والله يسهل عليهم والله يهديهم أما من غير هاتشي ولكن هو ما كيادرش يا راسه كيادرت الصورة جيل جيل الفنان المغريبي سمح لي الفنان المغريبي كبير لأن ما صورت وضرب حاجة في حالك لا فاش كتلقى أنه أنه أنت عندك واحد المرتبة زوينة عندك مقعم زوين ما بيتش نذكر الاسم معاك أنا فهمتك ما فاش كتلقى أنه أنت عندك هذه المرتبة زوينة وناجح في أعمالك وتتلقى أنه قلت شي شي حاجة أنا كنقول أنه أنا الحكم موسيقيا بش يكونوا التنمو الشاهدين معنا موسيقيا اللي كنعرف أنه ممكن اللحن تشابه في اللحن يقدر يكون في الأول يقدر يكون في الأخر يقدر يكون في دكتانا غمى في الوسط في الوسط نتع الأغنية هذاك ممكن نقوله أنه ممكن قاعد أنسپيرا من أغنية أخرى وديرها ولكن كيكونوا مقامات مختلفين وشوية نتع توزيع مختلف ماشي كيكون كوبا كولين إلا غندو علام موسيقيا هدروا موسيقيا تكنيك موتبالو رجل فوض أوني غتفوت لي كط مزور في الكتاب فشان شدها ونكتبها نوطة بنوطة إلا فتلي ربعة الموزور كيتشابه راك ناقل أي راكمهز ربعة الموزور راكملتي الضورة كتر من أرسولو كتكون فيه بنت 8-16 الموزور على حسن طب فتلي واحد ربعة الموزور يعني ستركملتي راقاسحة اختيار ديال كي ما كتليك انت بغيتي تخلى رسك في حد المرتبة ومحتارة معنا للناس كاملين راكتبقا كتقلب على كرياسون كي اللي بناد ما كتليك يقولي يقلب علىه معكو احترمتي لأي واحد الرخص حتا كي اللي بغي غير يخدم بش مكان لاحس اللي عمل للطوروف ولكن كي اللي كما كتليك غتشوفها كفن وغتشوفها على نهار غتكبر راح يشوفش حد ما كبرت والله تغييج بدولك أول نهار ديالك واتشي شفناه مع اسماء كبار لنك ما تقول شي حاجة غندي روغتدوس أغتيا حاجة ما كدوس تع حاجة ما كدوس وكي بغى التاريخ وكي بغى التاريخ وكي بغى التاريخ محتوط وانتا مقرر بينك وبين راسك بلي واحد النهار غنواللي اسم عالمي كل واحد عارف قيمة عوتاني ما كنت عالمي غنكون عربي ما كنت عربي موهم الطموح ديالك في اقصى ما يمكن غتخدم عليها من نهارك ومشي حتى غتجي واحد النهار غيتبلي حترا شوف راهي رايما إيدنا من عند الله فتاك اللحظة نعصو فاقو كي القرصو إما طلع بزه اما هبط بزه ما كواش تخدم عليها تقادية منين غنت بدأ من اول نهار ديالك أم لا راك ما مصوقش وكتجي معك تجي معك بالزهر وكتسالي معك بالزهر والهدف هو الفلوس اه اكزاكتا انت دب اكي الفرق ما بين انه الهدف جيك يكون عندك فلوس والهدف انك توصل لحاجة اللي بغيش انتا بانشور ولكن شوف وحق الله اللي در تيراتك غير في الفلوس والله ما كيجيو هادي كون تأكد مننا كي تأكسو ومنين كيكون نجاح بإمباسهم بالفرحة ديالك بدك شي اللي بغيت يا ربك يسترها في بزاف الحواج غرين وفي كل شي ما عدرتش على بزاف والكرة لبليبار ديالناس اللي داروا أسماء فضهم راتها واحد مكان لبسه لي ومشي عيب عبتاني حنا وحق الله نبه مؤخرا الفد قالها قال لك حتى في المغرب اللي دار الفلوس عيب لا رسيد خدمة لا رسودنا بجمالة شنو فريقا نجي حنا ركوننا كنا والدنا كبرونا بالمقاتلة ومضاربة وشفناهم كيفاش كبرونا ما كان خصنا والو لبسنا كلنا شربنا كل شي علاقنا في إطار القناعة والمعقول درنا طموبيلاتنا الحمد لله درنا الليبيان جاوننا من هات شي باش بخدمة ديالك باللي رك مكتش مركز غير له هات شي كتخدم الحاجة بحب كتوقف على حقك ما يديه لك حد قبل ما تدخل للضومين كتكون عارف ها فين عندي رزقي ها فين ما عنديش رزقي ها فين قدرنا تنازل ها علش ما قدرش نتنازل في اللول ضروري تنازلات ما كي جيوش على المبادئ ديالك ولكن خصهم يكونوا تنازلات مش تجير بلاستك شوية في سوق مش تجير بلاستك شوية في سوق رأسي صغير هاش نو كان عارف ندير ولكن خصكم تعاونيني مش ندخل ندير هاد مش ندير هاد مش ندير هاد ندير هاد ندير هاد اللاصة هادي ملحين موزع كاتب مغني تواحد مبدأ كبير كل شي بدا تقاط 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 قاط ودبا كان شوفو فنانين ذكرناك باللوركستر كان شوفو فنانين فنانين موهيبين الصوت خطير وقد تلقى خدم كولار تجيل كولار مع شحد شوف كين لي كين ما تقولون ما راح اللعب مع الله ما راح كين شي ناس عندهم ضروف ما يمكنش وكين لي ما عندوش ما مشي كان ولكين كين لي ما عندوش الدكاء لدرج انه يعرف طريق فيني يمشي فيها وكين لي ما عندوش داك قود الحشمال لي فيه ماقدرش يصول على حقه فيه كين و وحنا وكين كين بنانا مقاصحة يعني اللي لبنت له فكين تربع ما غيز قلك شا ما تفهم شي وغاتا كلها سامرة وجوش وثلاثة واربعة وغات صادق بوعة وشتا تتعلم منه ولا ما تتعلم ما شا لشا بقى شخصية الإنسان وإيمانه بالله وبالزاف الحواج أخرى انتا هما سمعتك تهيو كانت لعب دور كبير فالطمو نحن نشوف راستان باك بالنسبة لي يخصي كل باك كامل الدكاء كان عادي ولا دكاء ديال الزمان قرره والموهبة هي اللي ركن صغير من وسط هاتش كما لما كانش الباك كامل الكوميونيكاش من طريقة الحوار هاتش كامل لما كانش را صعيب 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 تير بلاست حيتي عاو تين عندنا المنافسة قوية في الميدان كين أسماء كبار و كما جنقول القنو قاما كين هوا مفيد طومين هذا المسبرية في البلاد هذه كبار كالله الدراري النفو طالع بالزاف دي الله كونكورنس و هذه المنافسة تجعلك أنها تشجاك أنك تبدأ أكتر و تبين نغاز كتر هذه المنافسة سأخبر لي الدرارة كل شي صحاب بضيئة مفيد نحن عزفين ملحينين كوتشاب هذه ما أعتقد بك المشاكين بناة الناس ما ما تلقى شو كتلاق ريسائي صاحبك تلقى الغازي كيف تركل بعضياتكم كتشوف كتتعاون و ماشي كي نجدك المشاكين و مقران منافسة غادة النفو طالع بالزاف دي الله بالصحف في المتيران سميئة تورك كل شي كي يخلع كل شي كتعرف الديسك كتشوف سميئة سوف عارفو الديسك غيكون مقاد من الأول دي الله أخير الأعمال جالك نبغو كلمة في حقها غيتكون ضيفتنا إن شاء الله عن قراب يا رب وبغيت نعرف الفنان اللي يخدم معاه أو الأغنية اللي يخدم مع ياسين و قال لا كل ما أخير مش هذه الأغنية شوف أنا ممكن حتى تصبعي في شي حاجاتك أنا عرف تامبر دي الله غيكون فيه زيد فيمشي زيما مع مار كنت يا ياسين عشي أغنية تلدا بلا تلدا بلا ما تعرف شي نهار تعملي البصيرة والوليد عشي بلا و لما تنشي أغنية اللي خدمت من بعد من بعد جاك انت قاد ولقيت عنه بالفعل أنه كان عندك خطأ وقعت ولا ما وقعت لا لا ما وقعت تلدا برا ما وقعت زيما دي الله شي حاجة حيت شوف رأي نقول لك انت قاد يقري يجيك شوف فينا يجيك انت قاد في خدم شي أغنية كلامها ما شي هو هذا كثرة شي موضوع ما شي هو هذا في تطياح الهدراف شي حاجة في تهدرك يبقى في نا سيد لا ما احنا انا بدا عندي وليدي كي سمعوا الأغاني تي عائتي مو محافظة عائتي مغريبة ما قدرت وليدي يشوف سميتي ويكون في التخرب انا احشم ما نقدرش عندي خوالاتي عندي جداتي عندي عمامي عندي عائلة تفكر لهي اللولة خلوس انه زي ما تسميت الانتاج بتي كاملين ونبغل عن الانستيل نبغل كل شي تبارك الله عنده اخلاق عنده احترام الجمهور اكبر من انه احترام لراس المستمع اللي ما غي خليك اشتغل هذا الغلط وتوصل لراس اصلا لهذا النبو هذا اللي تقول اصحب اشترك لهذا الشي واحنا مول الفناك شفيت شي صحيح بالنسبة لي اتش اشترك ارجع او تانين دي ما غرجع لك الاخلاق انت الناس والاختيار دي انت وشنو بويت الناس يقولون لك انا اقدمك احمد اكمنت انا اللي غنعطك كيفاش انت تتعامل معاي انا اللي كان حددها ما كنش ترين مش مش علي انا تعطلت على الترين انا طيحت و سأطوض الناس يتعاملوا معاك وش بغيتي الاحترام وش بغيتي تسمع كلام زوين وش بغيتي تخليص مع انقية او انتقاد من ناحية الموسيقية حانت كان بعض الناس كان عرفوهم في الميدان يقول لك واه مثلا هنا هذا القسم الثالث كون مدرتي شاك هذو حوي جلس زوين انا بالعكس كيف انا الواحد انتقد ناك ويقول يا باش انا نزيد نشجع من نفسي الاختلاف الاراء الموسيقية هو اللي خلي كتر من موز و اللي اخلي كتر من الموسيقية و اللي خلي انا نكون كان اخدمي مع مجموعة الفنانية اللي يعجبون ناطوش جالي و اللي يخلي وحد اخر يخدم مع مجموعة اخر و فهمتي كما نقول راه الروح مع الروح كالتوافق على الحساب لن الاختلاف هذا يقدر يكون انا لك الناس اللي ينتاقد ما معنديش علاقة مع اصلا اللي غ توصل لي يقول لي هاد شو لو فكر تو تو لي يقدر يكون ني كتوقف قدامه مش يقدر يقول لك هاد الهضرة هادي تهي كينا و احنا في هاد الشراء طبيعة الانسان دونك بزاف الحواج اللي يقدر يكون و هاد تقدر يكون هاد النقاش هاد يكون اللي شوفوها هافشي كون غيدرت هك هك هن فين غن نقاشات كيكون واقع لفش تكون اغنية الله كالتكرية رجاء مثلا رجاء يا سالم عن النقاشات اللي بني في استوديو رجاء من الناس اللي كيوقفوا على الاغنية دي من الأول ش الاخر مثلا النقاشات هذي خصة كاميرا تصور ش نقاش دي استوديو دي 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 ما نعود لك على ال لا هذي عملا هذي وحي دي ولا وغني هذي 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 نقاشات اللي كدو اليوم انته ما كينش بردوي فينا لكيكون فش تكون أغنية الله كتكريية واتشي هو حلو تقاعد تكديس كمانتي كتفكر ذا الترقة اللي أغنية زي ما نخص معرفو كواليز دي مرن تمرة ما غتوصلكم ذا كبير فينا كيكون أفلام داخل الناس كلها محرقة على باش تسمعوا بخود ويزوين اتشي كله احترام الجمهور دي النا والأدو الموسيقية المغربية اللي ما بقت السهلة اللي ولا تبري مفاهم مزي مستحيل تحك بشي حاجة عادية صحيح دي انا بالنسبة المستمع المغربي كجمهور خلانا نطلعوا النيفو كما كتقول دي المستمع المغربي نيفو دي لأطلع والله ما احنا بوحدنا مستمع خلال ذا النيفو يطلع حي انتقاد اشهر لتقاس ها انتقاد وما بقت سهلة دي ما دورك في فودكاست اما بال شنو تغنى في اخر اللقاء نشكرك اولا على الاسئلة والحوار المتسبلية كان دمي مع واحد راسو عمر موسيقيا شكرا بزاف لك والطاقة من دي لك على حص الاستقبال حص طياف و كان شكرا كما كتلك جمهور المغربي على هذا النيفو اللي خلنا نوصل لي وعلى التشجيعات ديالهم نشكر الاهل والاصدقاء والاصحاب كاملين اللي خللوا من هذا الاسم ديال ياسم يكون اليوم مع صحفي كبير في حالك وان شاء الله يا ربي نبقديم على حسن تنظيركم وغانا نذكر المشاهدين ديالنا انه كين اعمال وكين حفلات كي حضرها ياسين وممكن انكم تبعوه وممكن ان نشوفه كذلك مع فنانين المختلفين ذكرنا اخر الأعمال مع الفنانة كان شاء عمل عن قريب اوه موجود الحمد لله اعطنا شوية الحصرين والحصرية اقرب حاجة كينا كينا مع معيز معيز اللي غير رجع من بعد السنة من البوز اللي كان واخد موسيقيا كينا عيدة خاليد وكينا اسماء عربيا نخلني متحفظ عليها شوية باش ان شاء الله تكون مفاجأة كاملة وكينا اسم اللي غيكون كبير بإذن الله كبير بزاف المغنيين الأمريكيين المعروفين جدا غير نكون أول الفراقي ان شاء الله يختم الله يستر الأمور يا ربي شكرا لك ياسين انك كانت ضيف معنا وبهذا مشاهدينا وكذلك مستمعينا كنا وصمعكم من نهاية حلقتنا بودكاست أما كان ضيفنا العازف المغربي ياسين بن فطر نتلاقي في حلقة آخر السلام عليكم تلي بلوس تمييز ومصداقية